السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرحب بكم أعزائي الطلاب والطالبات في درسنا لهذا اليوم أنا المعلمة رشا منذر الجاسم لدينا درس في المرحلة الابتدائية للصف السادس في مادة التربية الفنية عنوان درسنا الطباعة على الأقمشة في الفصل الدراسي الثاني قبل أن نبدأ كعادتنا ماذا نقول؟ أحسنتم بسم الله هيا نرى الآن إرشادات التعليم عبر قنوات عين أولا أجلس في مكان هادئ بعيدا عن الإزعاج والضوضاء أيضا أجلس بشكل صحيح ومريح وأحضر أغراضي التي أحتاجها لدرسي أنصت وأستمع جيدا لمعلمي ولمعلمتي وأتابع الدرس حتى نهاية لأفهمه جيدا كذلك لدينا إرشادات في مادة التربية الفنية أولا أتجنب استخدام الأدوات الحادة مثل المقص، المشرط، الدبابيس وإذا احتجت استخدامها أحسنتم ألجأ للكبار لمساعدتي في ذلك أيضا أحافظ على النظافة لأنني قد أستخدم الألوان وقد أقص قصاصات من الورق كيف إذن أحافظ على النظافة؟ إذا اتسخت هدايا بالألوان أغسلها جيدا بالماء والصابون ملابسي لا ألطخها بالألوان طاولتي كذلك أبقيها نظيفة فأضع النفايات، قصاصات الورق التي لم أعد بحاجة لها في سلة المهملات طاولتي تبقى نظيفة وكذلك فصلي هذه إرشاداتنا في مادة التربية الفنية ودرسنا الطباعة على الأقمشة لدينا هدف عام وهو أن يتعرف الطالب والطالبة على مفهوم الطباعة على الأقمشة ماذا عن أهدافنا الخاصة؟ أولا أن يستخدم الطالب والطالبة الألوان الخاصة بالطباعة على الأقمشة ثانيا أن يطبع الطالب والطالبة زخارف هندسية ثالثا أن يطبع الطالب والطالبة على الأقمشة دعونا نتذكر ماذا أخذنا في دروسنا الماضية؟ تكلمنا في دروسنا الماضية عن الأقمشة وقلنا نصنع الأقمشة وننسجها من كثير من الأشياء من الحرير خيوط الحرير التي تنتجه لنا دودة القز من الصوف من القطن إذن لدينا أشياء كثيرة نستطيع نسج القماش والأقمشة منها كما ترون هنا أحضرت لكم صوفا وقطنا نستطيع أن ننسج الأقمشة من الصوف أيضا من القطن كذلك إذن هذا ما تعرفنا عليه في درسنا الماضي أيضا قلنا ما فائدة الأقمشة؟ كيف استفدنا منها؟ صنعنا منها أجمل الملابس إذن صنعنا من الأقمشة ملابس كثيرة وجميلة وملونة ملابس نرتديها في الصيف، ملابس نرتديها في الشتاء أيضا من الأقمشة صنعنا الأحذية كذلك من الأقمشة صنعنا الحقائب أيضا ماذا صنعنا من الأقمشة؟ أفادتنا في صنع الأغطية التي نتغطى بها عندما نريد أن ننام كذلك الأقمشة أفادتنا في الأثاث المنزني أيضا صنعنا الستائر على النوافذ النوافذ من الأقمشة كثير من الأشياء في منزلنا مصنوعة من الأقمشة هذا ما تعرفنا عليه أيضا في درسنا الماضي دعونا نرى بعض الأمثلة على فوائد الأقمشة نستطيع أن نصنع من الأقمشة أغطية للرأس الحقائب كما أخبرتكم أيضا من الأقمشة استطعنا صناعة الحقائب ماذا عن الأحذية؟ أيضا نستطيع صناعتها من الأقمشة كما ترون الملابس من الأقمشة صنعنا أجمل الملابس كذلك الألعاب بعض الألعاب أيضا صنعناها من الأقمشة كما ترون أفادتنا الأقمشة في كثير من الأشياء هذا ما تعرفنا عليه في دروسنا الماضية أيضا دعونا نتذكر في درسنا الماضي تكلمنا عن الطباعة ماذا نعني بالطباعة؟ الطباعة هي الطريقة التي يمكن بها الحصول على رسومات ملونة نرسم أشياء مختلفة ونلونها ونطبعها على كثير من الأشياء مثل ماذا؟ مثل الأوراق نستطيع أن نطبع على الأوراق صناديق الهدايا، الورق الملون والورق المقوى أيضا نستطيع الطباعة على الأخشاب كذلك الزجاج نستطيع الطباعة على الزجاج أيضا نستطيع الطباعة على الأقمشة وهذا هو درسنا اليوم في درسنا الماضي قمنا كما تتذكرون أعزائي الطلاب والطالبات برسم أشكال هندسية على قطعة القماش هذه تعرفنا على كيفية رسم هذه الأشكال الهندسية وقلنا نثبت قطعة القماش بواسطة الشريط اللاصق حتى نستطيع أن نرسم به وهو ثابت اليوم سوف نقوم بتلوين قطعة القماش وتلوين أحسنتم الأشكال الهندسية كما ترون سوف نستخدم إذن الألوان الخاصة بالأقمشة لتلوين هذه المثلثات هيا نبدأ ونتعلم كيف نلون أختار فرشة نطيفة وأختار اللون الذي أريد أن ألون به المثلثة الأول سأختار اللون من ألوان الأقمشة التي معي لدي هذا اللون الأزرق أحسنتم أقوم بفتح هذا اللون وأكون حذرة حينما أستخدم الألوان كما ترون أخذ قليلا من اللون الذي أريد أضعه على الفرشة وأبدأ بالتلوين أنا ألون هذا المثلث الأول بالألوان الخاصة أحسنتم بالأقمشة بفرشات نظيفة ألون هذا المثلث لونوا أعزائي الطلاب والطالبات بألوانكم الجميلة فتلوينكم دائما رائع وجميل لونت هذا المثلث كما ترون أكون حذرة أثناء التلوين حتى لا تتسخيدي ولا ملابسي ولا المكان الذي أعمل به كما ترون لونت المثلث الأول أتركه ينشف ويجف اللون وأذهب إلى المثلث الثاني سأختار لون أخر بفرشة نظيفة أستطيع غسل الفرشة ولكني سوف أختار فرشة نظيفة كما ترون سوف أختار اللون لتلوين المثلث الكبير سأختار اللون الأخضر الداكن أو الغامق معه سأنزج معه اللون الأخضر الفاتح دعونا نرى كيف سأبدأ باللون الغامق من الأعلى أيضا أضع قليلا من اللون الأخضر على فرشاتي كما ترون وأبدأ بالتلوين كما نرى بهذه الطريقة أنا ألون هذا اللون الأخضر إلى منتصف هذا المثلث الآن أقوم بدمج اللون الأخضر الفاتح معه اللون الأخضر الغامق بهذه الطريقة أنا أدمج الألوان أضع قليل من اللون الأخضر الفاتح وأقوم بدمجه مع اللون الأخضر الغامق بهذا المثلث لونوا أعزائي الطلاب والطالبات بألوانكم الجميلة فتلوينكم دائما رائع وجميل هكذا دمجت الألوان تداخل اللون الأخضر الفاتح مع اللون الأخضر الغامق على قطعة القماش هكذا قمت بتلوين المثلث الثاني كما ترون لون المثلث الأول ولون المثلث الثاني هيا نعود لشاشتنا ماذا لدينا بعد أن تعلمنا التلوين لدينا توصيات لولي الأمر توفير بيئة هادئة ومحفزة للطالب والطالبة الحرص على الجلوس الصحيح مساعدتهم على حل الأنشطة تعزيز وتشتيع الطالب والطالبة كذلك مساعدتهم على نقل أثر ما تعلموه وتعميمه في مواقف مشابهة وتذكيرهم بما تعلموه باستمرار للاحتفاظ بما تم اكتسابه في الأخير ألقاكم إن شاء الله في الدرس القادم وكلكم نشاط وحيوية كعادتكم كانت معكم المعلمة رشا منذر الجاسم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته